موسيقى جاءت هذه الخطوة النضالية اللي هي عبارة على وقفة احتجاجي أمام المديرية ردا على التعسفات والتضييقات وسياسة الترهيب والتخويف التي تمارسها المديرية تجاه الأساتداء المفروض عليهم التعاقد وتمثلت هذه التضييقات في توجيه استفسارات وتنبيهات وإعدارات للأساتداء لا لشيء إلا لأنهم يطالبون بمطالبهم العادلة والمشروعة لإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية إسوة بالأساتداء الآخرين وكذلك رفعا للحيف والظلم والتمييز داخل المنظومة التعليمية بالمغرب أحيي عاليا الأساتداء لمزال الصمدين والقابدين على الجمر والمؤمنين بعدالة قضيتهم كان نحاول نوجه واحد التساؤل لجهات المعنية فعواد الجلوس إلى طاولة الحوار وإيجاد حل جدري لملف التعاقد الذي ينخر الجسد التعليمي بالمغرب فنلاحظ أن الوزارة أو الجهات الوسية أو المديرية لا تتقن إلا لغة سياسة التسويف والطماطول والهروب إلى الأمام فراء التعاقد هو قنبلة موقوطة يعني قابلة للانفجار في أي لحظة لهذا نحمل الوزارة المسؤولية عن كل ما قد تقول إليه الأمور ومن بين النقط التي كشفتها لنا هذه الخطوة النضالية هو إصدار أو توجيء إعذارات في حق الأساتدى المناظلين الذين رفضوا تسليم النقاط والإعذار هو يعني من الشق القانوني يعبر عن هشاشة التعاقد وأن ذلك الشعار المماثلة بين الأساتدى الذين فردين عنهم التعاقد وأساتدى الوظيفة العمومية أنه مجرد شعار مزيف لا وجود له في الواقع لأن الإعذار يعني هو واحد مؤشر على أن كل الشعارات التي كانت ترددها الحكومة لتجويد المنظومة التعليمية وأن النظام الأساسي الموحد هو يعني موحد واسم على مسمى ولكن للأسف الشديد انكشفت الحقيقة وظهر لنا جليا أن التعاقد ما زال مستمرا رغم تغير الأسماء يعني أطور الأكاديميات أساددى متعاقدين إلى آخر تتغير يعني المظاهر أو الوجهات الخارجية لكن الجوهر واللب هو واحد كنشكر يعني المنابر الإعلامية على يعني مواكبتها لهذه الوقفة والتحية نضالية للجميع أنه أجير أجير وليس موظف وفرق بينهم كبير جدا شكرا على المشاهدة إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحبا بك